السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم عبدالله سبع موقع التقنية بلا حدود وراح نسوي لكم مراجع سريعة للساعة الذكية IAM Watch الساعة أعلنت عنها الشركة من فترة طويلة يعني انها راح تغير المستقبل فيها او راح تغزي سوق الساعات الذكية او راح تكون هي المتفردة طبعا حتى اول ما تفتح الساعة راح تطع لك شعار بسيط يقول لك استمتع بالمستقبل طبعا الساعة فيها اشياء كثيرة مميزة وفيها بعض العيوب البسيطة وهذا شيء معروف لانها تعتبر نسخة اولية او شيء جديد في هذا المجال واكيد راح يتطور مع الوقت راح نوريكم اول شيء محتويات الصندوق بعدها راح نتوجه للساعة ونتعرف عليها بشكل اكبر وش يجي معاك في الصندوق طبعا راح يجي معاك فقط الساعة هنا وما راح يجي معاها شيء الكلام كله بكبرى هنا عندك تحت لو فتحت الصندوق راح يكون عندك كتيب الخاص بالاستخدام والسلك طبعا السلك هذا لازم تحافظ عليه اكتر مما تحافظ على الساعة نفسها لان السلك هذا نادر انك تلقاه بالسوق او تقريبا يصل الى مرحلة المستحيل لانه خاص فقط بها الساعة وايضا هو اللي تقدر عن طريقة تشحن الساعة هو اللي تقدر عن طريقة تنقل الصور او الصوت او الميوزيك او غيرها للساعة يعني بالعربي لازم تحافظ على السلك باكبر قدر ممكن طيب نروح للساعة نفسها الساعة تشتغل بنظام اندرويد معدل خاص فيها طبعا مش راح يجيك ما عندك في الواجهة راح نحاول نركز الصورة عليها راح يجيك في الواجهة عندك تطبيق الاتصال الاتصال وتطبيق الصوتيات وايضا تطبيق الادرس بوكسي اللي عن طريقة ممكن انك تتصفح جهات اتصالك طبعا ممكن انتزام من جهات الاتصال عن طريق البلاتوث طبعا راح يعرض لك الاسماء الانقلينزية من دون اي مشكلة راح 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 تواجه مشكلة في السماء العربية مثل ما تلاحظون راح يطلع لك على شكل نقاط الساعة ايضا ممكن تتصفح فيها عن طريق الفيسبوك وتويتر ايضا ممكن تشوف الميل وغيرها ايضا الساعة لها مجموعة بسيطة من البرامج بسبب انها جديدة حاليا في السوق ميزة الساعة بشكل اكبر انك ممكن انك تشوف الصور الموجودة عندك بالجهاز وايضا يمديك انك تجري اتصال عن طريق الساعة يعني لو حبينا نجري اتصال عن طريقها طبعا انا شابك الان الساعة في الايفون حقي ولاحظوا ان الصوت يطلع من نفس الساعة بعد من دون اي مشكلة فيها لانها اصلا تحوي على مايك وايضا تحوي على مايكروفون يعني من ديك تكلم والجهاز الايفون بعيد عنك من دون اي مشكلة يعني انطف في المكالمة خلاص انتهينا الساعة هذه هي بشكل كامل نقدر نقول عنها كذا ممكن نوريكم انك الميوزيك اللي موجود عندك ممكن انك تتصفح الميوزيك وتشغل الميوزيك من دون اي مشكلة طبعا ما راح تحتاج الى سماعة خارجية لكن لو انت من هوات الرغاضة راح تحتاج سماعة خارجية حتى نقدر تسخدمها بشكل اكبر هذه هي الساعة بشكل كامل اتمنى ان اعطيناك معلومات كاملة عنها طبعا حتى الاحد ما يسأل او يسأل احد الساعة هل تقدر تتصل فيها في الايفون وغيرها تقدر تتصل فيها في جميع الاجهزة التي تستخدم تقنية البلاتوث هذه الساعة بشكل كامل راح نسوي لكم مراجعة كاملة لها وراح نحطها لكم في تفاصيل الفيديو في الاسفل كم معاكم اخوكم عبدالله السبع ويعطيكم الافية